اشتركوا في القناة بنتعرف مع بعض على المهارات اللي بنتكسبها من خلال دراستنا لموضوعات العلوم المختلفة بنهاية حلقتنا بإذن الله بنكون قادرين ان احنا نميز ونعرف الاختلاف بين الفلزات واللافلزات بالاضافة اننا ممكن نعرض الاستنتاجات بأسليب وطرق مختلفة وتعالوا دلوقتي مع بعض نبدأ حلقة النهاردة ان شاء الله تعالوا نتعرف على خصائص اللافلزات قبل ما نتعرف عليها لازم اراجع كويس قوي الصفات اللي احنا اخدناها عن الفلزات علشان كده بترك ليكم في صندوق الوصف رابط الحلقة السابقة الخاصة بالفلزات علشان بعد كده نربط بين دراستنا بالفلزات واللافلزات من صفات الفلزات واول خاصية انها غير لامعة فهي لا تعكس الضوء بشكل جيد وسطحها ليس املس مثل الفلزات نقدر نقول ان معظم صفات اللافلزات عكس صفات الفلزات الفلزات اللي احنا نرسناها قبل كده كان معظمها لامع مثل الذهب والفضة اما اللافلزات العكس فزي ما احنا شايفين في هذه الصورة اللي هي صورة للكربون او الفح موجودة عندي انها طبعا غير لامعة على الاطلاق وسطحها خشن مثل ما احنا شايفين وغير ناعم او غير املس كمان اللافلزات لما بتبقى موجودة في الحالة الصلبة بتكون ضعيفة وليست قوية مثل صفات الفلزات اللي كانت بتتميز بالصلابة يبقى كده عرفنا مع بعض اول خاصيتين من خصائص اللافلزات ان احنا زي ما قولنا انها غير لامعة وايضا تكون في حالة هشة يعني انها بتكون ضعيفة بيسهل تفتتها زي ما احنا شايفينها في هذه الصورة نكمل مع بعض خصائص اللافلزات معظم اللافلزات رديقة التوصيل للحرارة يعني غير جيدة التوصيل للحرارة ممكن يشوف ان انا لما انفي جملة انها تعتبر يعني حاجة سلبية لا ممكن تكون هذه الصفة من الصفات اللي بتخليني استخدم اللافلزات استخدامات مفيدة ازاي ممكن اصنع اللافلزات مقابض اواني الطهي اذا كان الاناء نفسه مصنوع من المعدن لان احنا قلنا ان الفلزات او المعادن جيدة التوصيل للحرارة وهي دي الطريقة اللي من خلالها بيتم طهي الطعام لان الحرارة بتصل للطعام من خلال الاناء المعدني او الفلزي الموصل للحرارة طيب لما اجي بقى احمل هذا الاناء الاناء بدون مقابض من اللافلزات بتكون حرارته شديدة جدا ممكن اتأذى بالحرق في جلدي انما ممكن استخدم مثلا اللافلزات لصنع مقابض الاناء علشان خاطر اقدر احمله بكل سهولة وامان بدون ما اتعرض للحرارة ودي خاصية من الخواص المهمة لللافلزات الخاصية الرابعة ان معظم اللافلزات رديقة التوصيل للكهرباء يعني ايه رديقة التوصيل زي ما قلنا يعني قلنا خلاص انها غير جيدة التوصيل للكهرباء دي ايضا تعتبر ميزة مهمة جدا لان اذا كنت باستخدم النحاس والنحاس من الفلزات الموصلة بشكل جيد الى الكهرباء فهنا استخدم اللافلزات نفس الافادة ونفس الاستفادة من اللافلزات لان انا ممكن اتعرض للصعق القهربائي لو انا طبعا لمست هذه الاسلاك النحاسية الموصلة للكهرباء انما بوجود مادة لافلزية زي اللي هي المواد المطاطية اللي موجودة عندي بالشكل الاسود والشكل الاغضر اللي موجود هنا ممكن استخدم الاسلاك الكهربائية وامسكها بامان من هذه الاجزاء بدون ما اصاب بالصعق الكهربائي لا قدر الله يبقى دي ايضا احد الصفات المميزة جدا لللافلزات الخاصية الخامسة ان العديد من اللافلزات بتكون في الحالة الغازية كانت العديد من الفلزات كانت طبعا موجودة في الحالة الصلبة ما عدا عنصر واحد ويوجد في الحالة السائلة وهو زي ما عرفنا الزئبق اما معظم اللافلزات فهي موجودة في شكل غاز انا عارف طبعا ان حالات المادة ثلاثة صلبة وسائلة وغازية معظم اللافلزات موجودة على شكل غاز زي الهايدروجين والاكسوجين والهليم والنيتروجين وباقي الغازات الاخرى نكمل باقي خصائص اللافلزات اللافلزات ليست بصلابة الفلزات وقدرة تحملها يعني مثلا ما ادارش ان انا اعمل جسر تمر عليه الحافلات والشاحنات من مادة الكربون الهشة سهلة التفتت لا طبعا ده انا محتاجة اصنعه من فلزات قوية زي ما درسنا في الحلقة السابقة الامر الاخير اللافلزات الصلبة تكون درجة انصهارها وغليانها منخفضة نسبيا وهذا ايضا عكس صفة المميزة للفلزات الفلزات كانت درجة انصهارها وغليانها عالية اما اللافلزات فدرجة انصهارها وغليانها بتكون منخفضة اذا ما قرناها بدرجة انصهار وغليان الفلزات كده نكون تعرفنا مع بعض على خصائص اللافلزات هنكمل دلوقتي ونعرف امثلة للمواد اللافلزية وبعض استخدامتها زي مثلا الكابريت الكابريت انا بضيف ليه المطاط المطاط بيكسبوا بعض الصلابة بعض المواد اللافلزية زي ما قلنا ومعظمها عبارة عن غازات يمكن استخدامها زي غاز الاكسوجين النقي في المستشفيات طبعا للاشخاص او المرضى اللي بيكون عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي وبيواجهوا صعوبة في التنفس بعض اللافلزات مثل غاز الهيليم ايضا مادة غازية اهم صفة مميزة ليه انه اخف من الهواء تخيلوا فيه غاز اخف من الهواء ايوا فعلا اللي هو غاز الهيليم وده السبب اللي بيخلينا دايما لما بنيجي نستخدم بلونات الهيليم بجدها ان هي بترتفع وبتحلق عليها في الهواء وده بسبب ان كسافة الهيليم اقل واخف وزنا من كسافة الهواء ممكن استخدم اللافلزات لقتل البكتيريا والمايكروبات زي بالضبط كده غاز الكلور غاز الكلور معروف جدا انه مثبت لنمو البكتيريا وعندي امثلة اخرى مثل الكربون ممكن استخدمه لتنقية المال لانه قادر على امتصاص الرواسب من المياه والعمل على تنقيتها بطرق علمية اخرى مثال اخر اللافلزات الصلبة زي السيليكون اللي ممكن اعمل منه الرقاقات الحاسوبية اللي بستخدمها في اجهزة الحاسوب والتليفونات وجميع الاجهزة الالكترونية كده نكون انتهينا من بعض استخدامات اللافلزات ودلوقتي هنشوف مع بعض بعض التطبيقات والامثلة يطرى دلوقتي مين يقدر يذكرني بخمس عناصر من العناصر اللافلزية او اللافلزات زي ما قلنا معظم اللافلزات عبارة عن غازات والغازات كثيرة جدا منها النيتروجين الكولور الاكسوجين الهايدروجين وممكن كمان الكربون او السيليكون الكربون بتكون مادة صلبة وباقي العناصر السابقة عبارة عن مواد غازية السؤال التالي فيما يستخدم الكابريت عرفنا من الشرح ان الكابريت بيتم اضافته للمطاط بيكسبوا بعض الصلابة السؤال التالي ما الخاصية التي تجعل الهيليم مفيد في البالونات احنا عرفنا مع بعض ان كثافة الهيليم اقل واخف وزنا من كثافة الهواء علشان كده بيرتفع عاليا ويحلق في الهواء بمنتهى السهولة كده نكون انهينا مع بعض الجزء الخاص بخصائص اللافل الزات وبعض استخداماتها وايضا بعض التطبيقات المصاحبة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة تبقى امر واحد ممكن تستخدمه انك ممكن توسع معلوماتك في الجزء الخاص اللافل الزات مثل ما قمنا بالجزء الخاص بالفل الزات لما درسنا احد المواد الفلزية وجمعنا عنها معلومات كتير ممكن يتكرر الامر في درس اللافل الزات وتبحث عن اي عنصر لافل الزي وتبدأ تجمع معلومات عنه ازاي تجمع معلومات ممكن ترجع للحلقة السابقة ونشوف مع بعض ونراجع الاشياء اللي قمنا بيها اثناء دراستنا لعمل تقرير او ملصق لصفات اللافل الزات اتمنى تكورو استمتعتم معايا بالمشاهدة النهاردة اراكم قريبا جدا باذن الله في حلقة للمقارنة بين الفلزات واللافل الزات اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته